السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في درج جديد من دروس علم اللغة الإيطالية على قناتكم إيطاليانو إبسلون دوة مع صديقكم ياسرة إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلاقة فادعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس في هذا الدرس سوف نرى أكثر فعل نستخدمه في اللغة الإيطالية وهو الفعل أسرة أسرة فعل يكون أسرة سوف نتعلم جميع الحالات التي نستخدم فيها هذا الفعل وسأعطيكم العديد من الجمل والأمثلة التي سنوظف فيها الفعل أسرة لكي لا أتل عليكم لنبدأ الدرس على بركة الله أولا سنبدأ بتذكير بسيطة عن تصريف الفعل أسرة في الحاضرة إذن أنا أكون سانو 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 أنا أكون أنت تكون ساي 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 أنت تكون أو أنت تكونين ساي هو يكون أو هي تكون نفس التصريف نقول أه أه هو يكون أو هي تكون أه نحن نكون سيامو 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 نحن نكون سيامو سيامو هم يكونون سونا 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 هم يكونون سونا إذن نوعي تصريفات الفعل أسرة سونا ساي أه سيامو سياتي سونا إذن كما قلت لكم سنرى جميع استخدامات الفعل أسرة في لغة الإيطالية من بين استعمالات الفعل أسرة هو عندما نتحدث عن الجنسية عندما نريد أن نعرف عن جنسيتنا نستعمل الفعل أسرة مثلا لكي أقول أنا مغربي بلغة الإيطالية سونا ماروكينو سونا ماروكينو سونا ماروكينو أنا مغربي وإن كنت فتاة تقول سونا ماروكينو سونا ماروكينو سونا ماروكينو أنا مغربية أنا جزيري, sono Algerino, sono Algerino, sono Algerino, sono Algerino, sono Algerina, sono Algerina. sono Algerina, sono Algerina, sono geoseg headphones. sonoма tunisi, sono tunisi, sono tunisiina, sono tunisiina, sono tunisiina. وهكذا للتعريف عن الجنسية باللغة الإيطالية نستعمل دائما الفعل ESRE. من بين استعمالات الفعل آسرة كذلك لكي نعبر عن الحالة العائلية أو الحالة الاجتماعية مثلا لكي أقول أنا أعزب باللغة الإيطالية أنا أعزباء 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 وهكذا لكي تقول الحالة العائلية تستعمل الفعل آسرة كذلك من بين استعمالات الفعل آسرة هو عند التحدث عن الموقع أو عن المكان عندما نريد أن نبين مكاننا أو الموقع الذي نحن فيها نستعمل الفعل آسرة مثلا لكي أقول أنا في إطاليا نستعمل الفعل آسرة ونقول بلغة الإطالية هنا سونا استعملنا الفعل آسرة مع الضمير إيو أنا أنا في إطاليا أنا في فرنسا أو إذا أردت أن تقول مثلا أنا في المنزل أقول كما لاحظتم المنزل والمطعم هو مكان في المنزل أكازا أنا في المنزل نستعمل معه الفعل آسرة أنا أكازا حرفيا تعني أنا أكون في المنزل أنا أكازا أنا خلفك أنا خلفك أنا خلفك أنا خلفك ومن بين استعملات الفعل آسرة عندما نريد أن نتحدث عن مهنتنا مثلا لكي أقول أنا طبيب أنا صحافي أنا صحافي أنا صحافي إذن لكي تقول مهنتك باللغة الإيطالية تستعمل دائما الفعل آسرة ومن بين استعملات الفعل آسرة كذلك هو عندما نريد أن نتحدث عن الشخصية مثلا عندما أريد أن أقول أنا هادئة أقول بلغة الإيطالية هنا نتحدث عن الشخصية ولكي أقول أنا هادئة عصابي باللغة الإيطالية نروزو الآن لكي أقول أنا عصابي نستعمل الفعل آسرة صرف الفعل آسرة مع الضمير أنا أكون أنا أكون عصابي أنا عصابي أنا عصابي أنا عصابي أنا عصابي أنا مغرور sono arrogante sono arrogante sono arrogante أنا مغرور كذلك أنا مغرور sono arrogante أنا latif sono gentile sono gentile أو تقول أنا latif كذلك sono gentile sono gentile استعمال آخر للفعل آسر وهو عندما نريد أن نتحدث عن المظهر الخارجي عندما نريد أن نتحدث عن المظهر الخارجي نستعمل دائما الفعل آسر مثلا أريد أن أقول أنا طويل أنا طويل بلغة الإيطالية sono alto sono alto هنا نتحدث عن المظهر الخارجي طويل alto أنا طويل sono alto أنا طويل sono alta sono alta sono alta أنا طويل أنا قسير sono basso sono basso sono basso أنا قسير أنا قسير sono bassa sono bassa أنا قسير أنا سمينة وبطبيعة الحالة لا يقتصر الأمر علي فقط كذلك عندما نتحدث عن شخص آخر نستعمل الفعل آسرة مصرف حسب الشخص الذي نتحدث عنه مثلا عندما أريد أن أقول هو طويل كل ما علينا تصريف الفعل آسرة مع الضمير هو قلنا هو يكون إذن هو طويل هو قصير ومن بين استعملات الفعل آسرة كذلك عندما نتحدث عن الشعور أو الحالة مثلا عندما أريد أن أقول أنا سعيدة كذلك أنا سعيدة 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 إذن كانت هذه كل الحالات التي نستعمل فيها الفعل آسر وسوف نقوم بدرس آخر نصرف فيها الفعل آسر في كل الأزمنة باللغة الإيطالية إلى هنا نكون قد نهينا درس اليوم أرجو أن يكون قد نال أعجابكم شكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة